موانع الفهم أربعة واحد عدم إنصات القلب يبقى اللي يمنعك أنك تفهم أن يبقى قلبك مش منصد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يبقى أول مانع من موانع الفهم عدم إنصات القلب وإذا قرأ القرآن فالسمع له هو أنصته لعلكم ترحمون إنصات القلب اثنين من موانع الفهم إنشغال القلب بالهموم إن يبقى القلب مليان أو مشغول ما يفهمش إنصات القلب غير إنشغال القلب ممكن القلب يبقى مش مشغول وما ينصتش فاضي وما ينصتش ثلاثة تعلق القلب بالشهود الشهوات الشهوات بتعمي القلب عما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آدنهم وقر وهو عليهم عما أربعة ضعف الإيمان بالآخرة لما قلنا بقى تعلق القلب بالآخرة يعني إنه يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة يعني بتزيد في حرط الآخرة اللي مش مشغول بالآخرة اللي مش مشغول بالموت وبيستعد لي ما يفهمش قرآن قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا واجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهو يبقى مش هتفهم قرآن إلا إذا زاد يقينك في الآخرة وانشغالك بالآخرة وإيمانك بالآخرة سبعة التخصيص حد معترض على سبعة واحد تعظيم المتكلم اثنين تعظيم الكلام ثلاثة حضور القلب أربعة التدبر خمسة التفهم ستة التخلي عن موانع الفاه سبعة التخصيص التخصيص يعني إيه أن أعتقد أن هذا القرآن نزل خصيصا ليه يبقى لما ربنا يأمر يبقى الأمر ده لي أنا مخصوص لما ينهى يبقى النهي ده لي مخصوص لما يحذر يبقى التحذير لي مخصوص ويحذركم الله نفسه أترعب ربنا بيحذرني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذره يبقى ربنا بيحذرني أنا أبقى على حذر التخصيص شكراً لكم